الأوضاع الآن بالتأكيد هي الأسوأ من ناحية المعيشية منذ بداية الثورة من عام 2011 لأسباب متعددة أهمها انخفاض سعر الدولار يعني اليوم إذا نتكلم عن سعر الدولار يفرق عن الـ 2011 بـ 37 أو 38 ضعف اليوم يعني راتب الموظف ما يتجاوز 30 دولار إلى الحد الأقصى هو 50 دولار فواضح تماما بأنه الآن هي الأسوأ أيضا بسبب الكورونا والحقيقة يعني هذا الموضوع هو هروب من قبل المسيطرين على سوريا ويعني بموضوع كورونا الدول اللي تسوي حجر تأمن احتياجات الناس تأمن رواتب للناس اللي تقعد تقدم الخدمات الصحية مجانا علما يكون فيه إصابات بسوريا حسب الأرقام المعلنة من قبل النظام أو من قبل مثلا قسد أن الأرقام منخفضة جدا جدا فلماذا كل هذا المنع للناس من ممارسة حياتهم ولا يوجد تأمين لأي من متطلبات الحياة للبشر على الأقل الخبز أو متطلبات الحياة الأساسية لا تعيش الناس ومثل ما تعرفي ست روشان بأنه بشهر الشباط الماضي صدر التقرير والأمم المتحدة بأنه في عدنا مؤقل من 83% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر أي المستوى الأدنى لأبسط متطلبات الحياة غير متواجدة لدى 83% وهذا الحكي من أكثر من ثلاثة أشهر واليوم الأمور أسوأ يعني ممكن يوصل الرقم إلى أكثر من 85% ل86% هذا نحن نتكلم عن السكان الموجودين داخل سوريا إذا بدك تتكلم عن الموجودين في المخيمات أو عن مخارج سوريا أيضا يزداد الرقم لا يوجد أي اهتمام من قبل النظام بهذا بالعكس يعني يتم استغلال المواطن أكثر وأكثر من خلال السرقة من مثل البطاقة الذكية من خلال عوامل أخرى أو زيادة تضييق بكل المناطق التي ذكرناها على المواطن منعوا من العمل منعوا من وبدون أي حقيقة في ظروف الناس جدا صعبة وخاصة في هذا العيد